هذه أبرز الأعناوين وكي الأعمال النجم المغربي وليتشديرا ننتظر لقاء رئيس نادي نابولي الإيطالية لتحديد مصير الدولي المغربي بشكل رسمي هذا الصيف عملاق من عمالقة الدولي الإسبانية يقدم عرض من أجل الضفر بخدمات المهاجمة المغربية يوبا الكعبي من نادي أولمبياكوس اليونانية بعد تألقي هذا الموسم في الدولي المؤتمر الأوروبية بونو مولدكة بطر الخشبات الثلاثة الذي أدهل العالم بقفازه الدهبية النجم المغربي السابق مروان شمخ يقرر العودة رسميا إلى الملاعب المغربية ويفاجئ الجمهور المغربية أعرب الإيطالي برونون دي نابولي وكيل أعمال الدولي المغربي وليت ديرا عن سعادته ورضاه عن المستوى الجيد الذي ظهر به موكله مع فريقه الحالي فريزينون الإيطالي في الموسم المنصر ورفض دي نابولي الحديث عن مستقبل وليت ديرا بعد انتهاء عقد إعارة للفيرونتينا وفقا ما كشفه عن الصحيفة توت ميركاتو هيتؤكد أنه في الوقت الحالي لم يلتقي برئيس النادي بعد وينتظر تحرك نابولي الذي لديه أولويات أخرى وقال متحدث نفسه أن نادي نابولي لديه أولويات أخرى عندما يأتي دورنا سنكون دائما بلقائهما وشدد وكيل أعمال وليت ديرا على أن عقد وليت ديرا في ملكية نادي نابولي وقرر الحفاظ عليه أو بيعه يرجع للملك النادي مؤكدا على أنه اللاعب كبير دوي مؤهلات عالية ويتسلق السلم النجاح خطوة بخطوة كما استطاع فردته عن نابولي الذي اشتر عقده السنة الماضية من باري الإيطالي وفي سياق ذاتها ذكرت صحيفة الإيطالية إلى أن الأزورو تلقى عروضا تهم مشديرة وأربع لاعبين آخرين معارين لكنه رفض تصريح ما بقرار من المدرب الجديد أنطونيو كونتي قبل أن تتاح له الفرصة للوقوف على مستوياتهم وأدائهم داخل أرضية الملعب وكشفت أيضا على أن المهاجمة المغربية سيعود لصفوف الفريق نابولي بعد بداية الموسم المقبل بعدما دافع عن قميص فريزينوني في الموسم المنتهي على سبيل الإعارة قدم نادي قاديسي الإسباني لكرة القدم التهنئ للمهاجمة الدولية المغربية يوبا الكعبية لاعب نادي يونبياكوس اليوناني وذلك بعد قيادته الأخير التتويج بلقب الدور المؤتمر الأوروبي قام الفريق الإسباني بنشر صورة للمهاجمة المغربية عقب التتويج باللقب الأوروبي حيث نشر الصفحة الرسمية للنادي القاديسي الإسباني باللغة العربية صورة للمهاجمة المغربية أيوبا الكعب معلقا عليها ابن المغرب المتألق عليك أن تأتي إلى الدور الإسباني وترى ما يحدث هنا وبات الكعب مهاجم نادي أولمبياكوس أول لاعب يسجل 11 هدفا في الدور المؤتمر الأوروبي خلال النسخة واحدة من البطولة الأوروبية للأندياء وسجل المهاجم المغربي أيوبا الكعب 11 هدفا هذا الموسم مقدما إنجازا كبيرا حيث أصبح نادي قاديسي الإسباني مهتم بخدماتها ويسعى للضفر بها في هذا الملكات الصيفية ودخل في نقاش كبير مع إدارة أولمبياكوس اليونانية من أجل الاستفسار عنها بعد نهاية عقده مع الفريق في نهاية هذا الموسم في عالم كرة القدم حيث يتألق النجوم ويصنع التاريخ برز اسم الحارس المغربية سينبونو كواحد من أبطال الساحر المستدير الذين كتبوا فصولا لا تنسى في شوار عدر البيضاء إلى الملاعب العالمية شق بونو طريقه ليصبح الحارس المرمى الذي لا يقهر ورمزا للأمال والإلهام لكل من يتابعها بابتسامة وإمكانيتها الاستثنائية وردود أفعاله السريحة لم يكن بونو مجرد حيث عدي بل بات أسطورة حية تجسد برباعي وتوضع مسيرة حافلة بالإنجازات واللحظات رسخت اسمه في سجل عظماء كرة القدم تدرج الأسد المغربي مراحل النجاح بالتأني دون أن تتسلل إليه درة إحباط أو استسلام ظل متمسكا برغبته مواصل المسيرة صوب الهدف إلى أن كافأته الأقدار وأشهرت موهبته للعالم ويعد الحارس المغربية سينبونو حاليا من بين أفضل الحراس العالميين حيث توج رفقة الهلال بتولاتي تاريخية كأس الدور رشن السعودي وكأس خدم الحرمين الشريفين والسوبر السعودية وأصبح بونو من بين الركائز الأساسي لفريق الهلال ومحبوب الجماهير الهلالية أعرب الدولي المغربي السابق مروان شماخ عن رغبته في العودة إلى الملاعب مستقبلا من بوابة التدريب كشفنا النقاب أيضا عن سبب وراء تواريه عن انضار خلال السنوات الأخيرة بعد أن وضع نقطة نهاية لمشواره الكروي قال مروان شماخ في حوال مع صحيفة تيليفوتا أن شخص انطوائي نظرا لكون شخص عائلي أهتم بأسرأتي وهذا ما يفسر اختلافي قادلا وأضاف المتحدث نفسها أصيبت بنتي بالتوحدة لكن الحمد لله منحني الله فرصة للعب كرة القدم لهذا بعد الاعتزال كان بإمكاني المساعدة في هذا الجزء مع صغيرتي وهذا الأقطار وواصل كان هناك شيء أترى فيه قبل سنوات وكان الأمر صعبا فقدت أخي عندما كنت في سنة الثاني عشر والثالث عشر بعد عمر ثلاث عشر حصلت على فرصة الاندمام إلى مركز التدريب السريع لذلك ركزت على اللعب كرة القدم لأنه كان من الصعب قبول الأمر وتابع المهاجم المغربي لقد كان أخي صغيرا بعمل ثلاث سنوات لذلك أعرف جيدا كيف يكون الإحساس أن تفقد شيئا حتى بالنسبة لأمي كان الأمر صعبا لذلك أنا شخص عائلي وأركز على هذا الأمر وقررت الإبتعاد كما أكد مروان شمخ أنه استفاد خلال ثلاث سنوات الماضية من دورات التكوينية تحضير للولوج على التدريب مستقبلا مشددا على أن ذلك يتير اهتمامها ومتحمس جدا لخوض التجارب في الأراضي المغربية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة